موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين في تونس سؤال المصير مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في تونس تظهر التحركات الاولى على خط الشارع احتجاجا على ترد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فما هي اولويات الناس في البلاد اليوم هل يتقدم الشأن المعيشي على ما عداه من استحقاقات واي واقع يطغى في تونس في ظل التجاذوات السياسية وحالة الانقسام بين مكونات حزبية وسياسية تحرض على العزوف والمقاطعة واخرى تحفز الناخبين على المشاركة والتصويت لرسم خريطة مع بعد الخامس والعشرين مجويلية الجدل في تونس يثار بشأن كل شيء والانقسام يطاول كل الملفات اخرها مرسوم وانظمة المعلومات والاتصالات مع مطالبة خمس منظمات ونقابات تونسية والأرأس الالتحاد العام تونسي للشغل السلطات بسحبه معتبرة اياه تهديدا لكل رأي مخالف للسلطة وضربا ممنهجا لحرية التعبير والصحافة وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه لهذه الحلقة من تونس سؤال المصير ينضم إلينا من تونس الوزيرة السابق الأستاذ محمد لزهر العكرمي حياكم الله أستاذ محمد أسعد الله مساءك مرحبا أهلا وسهلا تحية وشكر على الاستضافة من قناة المقاومة والكرامة شكرا لكم حياك الله قبل أن نبدأ النقاش سيد محمد اسمح لي أن نعرض هذا التقرير للزميل مراد دنانسي من تونس والذي يشير فيه إلى تصاعد المطالب الاجتماعية واشتداد الأزمة الاقتصادية وأيضا تظاهر عدد من ناشطية المجتمع المدني وسط العاصمة احتجاجا على هذه الأوضاع نتابع التقرير ثم نبدأ بعده النقاش مع ضيفنا بينما تطوي الحملات الانتخابية أسبوعها الثاني وتدخل أسبوعها الأخير تختلف التقييمات بشأن مضمونها ومدى قابلية تحقيقها إذ يبدو أن الهاجس الأول في تونس اقتصادي اجتماعي وعلى وقع هذه الأجواء ارتفع صوت منظمات المجتمع المدني ضد ارتفاع الأسعار وفقدان مواد أساسية من أسواق تونس الفئات الهشة اليوم اللي تعاني من التضخم تعاني من ندرة المواد الأساسية تعاني من تراجع الخدمات العمومية للأسف قاعدة هذه الفئات ستدوسع في المرحلة القادمة باعتبار غياب أي رؤية حقيقية معناها للإنقاذ لتحقيق معناها الحد الأدنى من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات حديث السياسة يبدو أنه لا يشغل جانبا بارزا من نقاش المرشحين الذين تطغى القضايا الاجتماعية والاقتصادية على مواقفهم والسؤال الذي يرتسم في الأفق هو هل يستطيع برلمان محدود الصلاحيات أن يحل إشكالات اقتصادية واجتماعية عاجزت عنها حتى الآن سلطة تنفيذية كميرة الصلاحيات علما بأن هناك من يشكك أصلا في قدرة النواب الذين سينتخبهم الشعب في تكوين كتل سياسية قوية في ظل عزوف الأحزاب التقليدية عن المشاركة في الانتخابات الناس الذين تشاركوا معنا حتى كانوا ببناء 25 جويل لكنهم ببناء المسار إذن هناك نقطة إديولوجية وهي نقطة اللي قابلت وهي اللي تتكون كوتل داخل برلمان يعني الإشكالة دائما مفضوظ ورغم ذلك فإن السجالة في تونس لا ينحصر بين مؤيدية الانتخابات ورفضيها فالمعارضة بدورها لم تنجح حتى الآن أيضا في الاتفاق على خطاب سياسي موحد رغم تقاطع موقفها على معارضة الرئيس التونسي في ظل هذا المناخ السياسي والانتخابي والاقتصادي المعقد تتسع دائرة الخلافات بين مكونات المعارضة في تونس بعد رفض الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية التظاهر ضد مصاري الخامس والعشرين من جوليا بسبب مشاركة حركة النهضة في هذه المظاهرات مراد الدالنسي تونس الميادين سيد محمد لازار العكرمي عدوى أرحب بك مرة أخرى وأبدأ معك من تقييم إذا ما أردنا أن نقيم أسبوعين على انطلاق الحملات الانتخابية في تونس ماذا يمكن أن نستنتج بناء على كل ما شهدناه خلال الأيام الماضية والله هو قبل تقييم ما يجري من حملة انتخابية نحن كلنا نتابع ونراها نشاهدها على قنوات تلفزية وعلى إذاعية أنا في تقديري التفكير السليم والحديث السليم هو هل هناك بيئة انتخابية سليمة في تونس أم أن البيئة الانتخابية هي بيئة استثنائية ناتجة عن وضع استثنائي في تونس البيئة الانتخابية يجب أن يكون فيها الناس متساوون ويجب أن يكون فيها القانون هو السيد ويجب أن يكون فيها الشفافية ويجب أن تكون فيها النزاهة الانتخابات لا تدلس في السناديق فقط وإنما اللي يعرف الانتخابات ويطلع على هذا العلم اسمه علم الانتخابات يعرف أنه ممكن تدليس البيئة الانتخابية بحيث وأعطي مثال على ذلك مثلا أنك لا تسجل المطلوب تسجيلهم جميعهم وتسجل جماعتك فقط فيعودون لك بما منحتهم إياه من إمكانية للتصويت نحن نعيش سيدي في وضع استثنائي منذ 25 سبعة 2021 وهذا الوضع الاستثنائي يستمر رئيس جمهورية صار له سنة ونص لو يكتب على كراس تلميذ ابتدائي ينفذ له ليس هناك لا برلمان ولا مؤسسات ولا أي شيء من الوضع الدستوري والوضع المؤسسي الذي تقوم عليه الدولة ونرى اليوم أنه هو بصدد سياغة منظومة من بنات أفكاره يعيد بها تونس ويعيد بها العالم أن الأحزاب لا لزوم لها في تونس بينما الديمقراطية تقوم على الأحزاب أن المؤسسات مثلا مجلس القضاء الأعلى لهيئة هذه تم حلها وتنصيب هيئة أعلى ورئيس الجمهورية هيئة الانتخابات التي أشرفت على سعوده ودخوله للرئاسة قال أنها هيئة غير موثوقة ولو لم تكن غير موثوقة إذن قد تكون دلست لفائدتك يا سيادة الرئيس ما في منطق أصلا في كل السردية التي تحكى غير أن هناك شخص وأقولها وأنا محال على القضاء بسبب تصريح أضيف لهم أنه لم تعد لك يا سيد الرئيس لا شرعية ولا مشروعية كلنا انتخبناك في 2019 كان الشعب يبحث عن شخصية كاريزمية مثقفة قادرة على سيادة القانون أن توقف هنية الانتقال الديمقراطي وما حدث في العشرية المتعثرة فإذا بنا نفاجأ بشخص سرديتو لا يمكن أن تستمر وأن تقوم إلا بأن تصبح تونس بركة من النفط كما حدث معمر القذافي أو تحكم بطريقة عيد أمين دادا أو جون بيدال بكاسا سيد محمد لازال الأكرمين هناك تقديرات وتقول بأن مهما كان أيا كان عدم الرضا حاليا عن إجراءات التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد ومهما كان هناك تراجع في نسبة تأييده لا نعرف مدى دقة ذلك إلا أن رغم ذلك يبقى الفئات الاجتماعية يبقى هذه الإجراءات أقل تأثيرا على الجمهور التونسي وعلى الشعب التونسي من النخب السياسية والحزبية التي حكمت البلاد خلال عشر سنوات مهما كانت الانتقادات للرئيس قيس سعيد الناس يقولون كنا نعيش أفضل مما نحن عليه عندما تذهب منظومة ما يسمونه بالعشرية السوداء بدأ الناس يقولون وضعنا كان أحسن وضعية التدهور خليني أعود إلى مسئلة الشرعية شرعية رئيس الجمهورية تقدم في 2019 على أساس دستور وعلى أساس قانون انتخابي وتم انتخابه أبطل هذا الدستور وكتب دستور بمفرده وهذا لم يحدث في التاريخ أن شخصا حتى جورج واشنطن لم يكتب بمفرده دستور الولايات المتحدة كتب دستور وكتب قانون انتخابي إذن الدستور والقانون الذين أخذاك إلى هذا المنصب انت هيا أنت ماذا تفعل الآن عليك أن تطرح شعبيتك مرة أخرى للاستفتاء أو تطرح شعبيتك الانتخاب إذن شرعيتك ذهبت مع دستور 2014 ومع القانون الانتخابي الذي شطبته هيئة مقاومة الفساد ذهبت الهيئة الانتخابية ذهبت المجلس الأعلى القضاء ذهب إذن نحن بمؤسسات لشخص واحد ولفرد واحد الآن يقدم لنا حالة انتخابية حتى نعود إلى الحملة الانتخابية وما يقال عن لكتويلتي معناها الوضع اليومي من أن هناك مرشحين أقول لك وأنا أتابع مداخلات النواب أرى ناس نعرفهم جيدا لأن تونس بلد أقل من ضواحي مدن الصين الناس كل تعرف بعضها سفلة الرعاع الذين دمروا انتخابات 2014-2019 والذين كانوا في مجلس النواب والذين ارتشوا والذين شوهوا المشهد ورذلوا السياسة بسلوك مترشحون اليوم أنا أعرف ناس في حدود سبعة أو عشرة عادوا الآن وليس هناك شعب آخر دخل إلى تونس الشعب القديم والنواب القدامة والسياسيين إلا أنه من يغيب على هذه الانتخابات هو العقول هو السياسيين هو المفكرين هنا أريد أن أسألك إذا سمحت لي ووقاطعك سيد لزر العكرمي حول موضوع المقاطعة وفلسفة المقاطعة لدى الأحزاب طيب هذه المقاطعة أولا إلى أي مدى ضعف الحملات الانتخابية الحالية يمكن أن نرجعه إلى المقاطعة يعني إلى أي مدى يمكن للأحزاب المقاطعة اليوم أن تقول انظروا لدينا قاعدة شعبية كبيرة واستطعنا أن نجعل الانتخابات بنسبة متدنية لأن المؤشرات تقول ذلك أنا لا أستبق الأحداث لكن يبدو من الحملات أن الحملات ضعيفة إلى أي مدى يمكن للمقاطعة أو للأحزاب المقاطعة أن تعتمد على ضعف المشاركة في القول أننا أقوياء على كل حال مشاكل الأحزاب السياسية والطبقة السياسية والمشتغلين بالعمل العام مسألة والوضع الحالي تقييم مسألة أخرى هناك الشعب وهناك الناخب عندما نتحدث عن الناخب عندما سعد قيسعيدي للسلطة خون الجميع وقال أنه جوعوكم ورهنوكم بالاستدانة والعملاء والخوانة والخارج وكذا ماذا يجري الآن؟ الشعب العادي لا نلومه الشعب العادي هناك مكسب اسمه الديمقراطية والحريات والحرية في تونس جلبته ثورة أربع طائل جانف أنا لا أطالب المواطن العادي الذي يبحث عن الغذاء وعن الحليب وعن الدقيق وعن المحروقات من أنه يقيم هذه الأوضاع هذا عند النخبة والنخبة تتكفل به في ردودها لكن المواطن العادي يقول أن الحرية أو الديمقراطية التي لا تملأ صحن العشاء لسنا في حاجة إليها وهذا معروف لدى الشعوب التي لم تذق طعم التنمية المقرونة بالديمقراطية أو طعم الرفاه الاقتصادي أو الوفرة الاقتصادية في ظل النظام الديمقراطي إذن الناس عازفون بطبعهم لأنهم يطاردون لتر الحليب لأنهم ليس هناك مواد غذائية هناك أسعار ترتفع بشكل جنوني ليس هناك تشغيل يريدون لأولادهم أن يشتغلوا والمعضل المشكلة إذن ليس بسبب دعوات المقاطعة دعوات المقاطعة هذا تفكير سياسي ورؤية سياسية والأحزاب من حقها لأن رئيس الجمهورية قال في حوار في 2019 لم ينتبه له أحد قال أنا لا ألغي الأحزاب ولكنها ستندثر بطبعها وصمم قانون انتخابي يمنع فيه على المترشح أن يقول أنا ابن حزب قال لا حاجة لنا بالأحزاب إذن ماذا الحاجة لنا زعيم ولنا شعب يسفق ولنا برلمان فتات وغبار غبار نواب يصادقون على مراسيمه وعلى حكمه الفرق سيد العكرم هو يصفها بيئة الديمقراطية القاعدية أو البناء القاعدة للديمقراطية وليس كما وصفته شعب وحاكم بدون نخب هو لم يعرف لا بكونه مثقف ولا منظر ولا طالب بالحريات طيلة 23 عام ولا أمضى في عريضة ولا خرج في مظاهرة هذا الوضع نجيده أكثر منه البناء القاعدة غثيان البناء القاعدة تدمير مؤسسات الدولة البناء القاعدة واللجان الثورية استقامت مع القذافي 43 عام وانتهى نهاية أنا أحزنتني ولم أكن أوافق عليها لأنه كان يجلس على بركة من النفط الوضع في تونس ينذر وكنا ننتظر رئيس جمهورية يحكي على وحدة الشعب يتحدث عن الوحدة الوطنية عن مجتمع يعمل مجتمع عامل تحت سيادة القانون فانتهينا إلى وضع أن رئيس جمهورية يوميا يستقبل وزيرة الداخلية أو يستقبل وزيرة العادل ويتحدث عن الخونة واللصوص والنصوص وأشياء من هذا القبيل والبلاد تنهار أمام أعيوننا ويقال بأنه تبشير بجمهورية جديدة أي جمهورية جديدة التي لا يجد فيها الأطفال الحليب أي جمهورية جديدة التي يفقد فيها الدواء ليس عندنا قانون قيسر لسنا محاصرين مثل لبنان لسنا محاصرين مثل سوريا لسنا في هذه الأوضاع جميعا إذن ثم سوء حوكمة وتمت مساعدات من الخارج من أكثر من طرف وتونس معروفة أنها دولة محايدة توفر الغذاء لشعبها لا نحن دولة إقليمية ذات دور تاريخي في الإقليم ولا دولة ممكن أن تتوسع إذن ثم ضعف الحوكمة ناتج على ضعف في شخص صادر جميع الحكم هنا أستاذ محمد تم تجربة حكم النخبة السياسية الحزبية وفي عمودها الفقري التجربة الإسلامية في تونس الممثلة بحركة النهضة عشر سنوات أدت إلى الفشل وإلى نقمة الناس والمجتمع وإلى الفقر وإلى العوز وإلى الفشل الاقتصادي والسياسي والتناحر وإلى آخره لماذا لا يتم انتظار تجربة الرئيس قيس سعيد الآن سنة واحدة أو سنتان يعني بعد الانتخابات فلنقل بسنة واحدة لماذا لا يتم انتظار حصاد التجربة قبل الحكم عليها شوف سيدي مخطئ من يكون يعرف لماذا يحمل رأسه بين كتفيه ويعرف العلوم السياسية والتجربة التاريخ ويرى مشهد من هذا النوع وأفكار من هذا النوع ويقول أنا سأنتظر التوصيف المرحلة السابقة العشر سنوات هي مرحلة انتقال ديمقراطي متعثر وتم فيه صناعة الرأي باعتبار كانوا يعتقدون أن الثورات تأتي بالرفاه من أول سنة اللي يعرف التاريخ يعرف أن الثورات يقع فيها انهيار اقتصادي نحن ربحنا الحرية ربحنا أن تسليم السلطة في العالم العربي الإسلامي يقع بالبيانات ويقع بالسلام ويقع بين رئيس وآخر عنا مكاسب كثيرة لا أريد أن أفرضها على المواطن العادي لذي لا يجد الحليب ولا يجد الدقيق لكن على مستوى التفكير على مستوى الفكرة انتقال ديمقراطي متعثر وليست عشرية سوداء وابتولينا الحقيقة خليني أفتح قوس يمكن لم يتحدث عنه أحد أنه ابتولينا بأعلام يصنع الرأي العام انفجار إعلامي في تونس قاده مجموعة من المنشطين والناس الذين يتصدرون المشهد كانوا قبل 2010 لا يعرفون غير الدور الرياضي في كرة اليد وفي كرة القدم وفي غيره وانتقلوا فاشتغلوا بعقلية المشاكسة والباز أنه هذا غالط وهذا صحيح وهذا لا يبد أن يخرج وصنعوا رأي عام وكأنه في انتظار لكن احنا خلينا نقولها احنا مش عنا طبقة سياسية فيها فاسدين صحيح ومن أكثر الناس الذين تحدثوا عن الفساد واستقلت من حكومة بهذا السبب لكن عنا مجتمع فاسد أيضا مجتمع يفضل الكذب مجتمع يريد من القاضي أنه ياخذ عليه فلوس ويحكم له مجتمع يريد أن يذهب إلى مراكز الشرطة ويخرج مجرم هذا المجتمع أفرز بعض النواب الفاسدين وبعض الوزراء الفاسدين وبعض نحن في حاجة إلى تنمية بشارية حقية إذن إلى رئيس جمهورية بمواصفات كاريزمية مثقف مقتدر يوحد الشعب يصدقه الناس عندما انتخبنا قيس عيد في 2019 وهو أستاذ مساعد في كلية الحقوق لم يجرب أي إدارة ولم يجرب تسيير أي مرفق على الإطلاق قلنا هذا النظيف الفساد لا مجال إليه هذا نظيف فإذا به قد يكون حسن النية وأنا متأكد أنه حسن النية لكنه لا يعرف والدول أحنا عنا مثل في تونس يقولوا يتعلم لحجامة في روس اليتامة يتعلم الحلاقة في روس اليتامة الدولة ليست رأس تتعلم فيه الحلاقة هذا فشل حوكمة هذا حقد يبث وفتنة يبث بين الناس هذا مجتمع تمزق ثم نحن كنا شعرة السيد الرئيس أولها التطبيع خيان ثانيها المديونية والذين أغرقونا في المديونية وثالثها تجويع الشعب ماذا يجري الآن؟ أول مرة يدخل إسرائيليين يرقصون بجوازات سفرهم في مطار تونس ذاهبون إلى الغريبة ويقولوا لقد دخلنا كإسرائيليين لم يفعلها لابن علي ولا من قبله ولا من بعده؟ ماذا فعلنا في الأسعار؟ ماذا فعلنا في تشغيل الناس؟ في زمن وزير السياحة أدخل سياح إسرائيليين إلى تونس وحصلت ضجة في ذلك الوقت أدخل لكن الآن أدخلوا بالتبجح والآن أمضينا على بروتوكول في إسرائيل وحضرنا في العديد من المجميع الدولية التي فيها الإسرائيليين كان يقدر أن يقول نحن ما يقوله الدول العربية نحن وراء القرار الفلسطيني لماذا هذه العنتريات والتطبيع خيانة والخيانة فيها أعدام واليوم نرى ما نرى وهناك من يكتب الآن من تحت الطاولة ويقول لا يمكن مقاومة الإخوان المسلمين إلا بالتطبيع ما نفهمه نحن السياق والمشيين شوف البنية والوظيفة من لا يقدر ميزان القوى من لا يقدر البنية التي يقف عليها فيخلق لها وظيفة أكبر منها مئة مرة نعرف النتائج ولذلك لا ننتظر لا سنة ولا سنتين وعلينا أن نقول الحقيقة لشعبنا ولنخبنا في الوقت الحاضر وأن الأمور ماشي إلى الأسوأ موازنة سنوية لسنة 2022 إلى حد الآن نقص عشر مليار دينار من أين سنتب الأموال ماهو سيبتزوننا إذا أردنا أن نأخذ أموال من الخارج سيبتزوننا في مواقف سياسية ضدنا وضد أشقائنا وضد قضيانا الكبرى وضد قيمنا ومقدساتنا هذا نعرفه ولا نحتاج إلى أن ننتظر أستاذة لسهر العكرمي عود لموضوع المقاطعة وأريد أن أغلقه بهذا السؤال حتى أنتقل لبعض النقاط الأخرى طيب ماذا بعد المقاطعة يعني ما هي خيارات الأحزاب السياسية التونسية وشكل الحياة السياسية المقبل قاطعنا وشك البرلمان ماذا بعد في ظل عدم وجود حوار بين الأحزاب السياسية الوازنة في المشهد في الحياة السياسية التونسية وبين رئيس الجمهورية والله أستاذ كمال أقول أن المقاطعة هي فرضها الوضع فرضتها عدم الحياد عندما تأتي هيئة انتخابات منصبة وتشتغل بسياسة وهي عبارة على لجنة خاصة يخرج رئيسها ويقول التنفير من الانتخابات قد يكون جريمة ثم يتراجع فيما بعد ثم يقول هناك سياسيين وأحزاب سياسية تنفر الناس وتشيع فيديو هذا ليس دورهم على الإطلاق وهذا عندما نرى برلمان إحنا يا برلمان إما مسألة أخرى حتى اللويا جيرجا الأفغانية مختلفة عن هذا على الأقل ممثلة القبائل الباشتون والهزارة والطاجيك وغيرهم عندما نرى شخص تم انتخابه فردي على معتمدية برلمان بدون كتل كيف يستقي قلنا برلمان بدون أحزاب أوكي ماشي قلنا برلمان لا صلاحيات له لا يسقط حكومة ولا يراقب رئيس الجمهورية ماذا سيفعل هذا البرلمان وشفنا نوعية المترشحين والله يعينهم قد يكون وضع اجتماعي وهناك الكثير من من ترشحوا لتحسين وضع معيشي هل نتحدث عن ديمقراطية ونقول لا نشارك ونقسم الوضع لا يمكن تحسينه سيد محمد لا يمكن في تركيز على مسألة المترشحين وأعانهم الله وحملة السخرية على كثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وما يقولونه وما يعيدون به لكن دائما في تركيز على أن يعني في تركيز على أن هذه ظاهرة تتعلق بهذه الانتخابات وأن أنت تعرف أنها أنها ظاهرة لا تتعلق بهذه الانتخابات تحديدا شفناها في انتخابات السابقة وشفناها في انتخابات في دول عديدة قريبة وبعيدة حتى دول عربية مسألة المترشحين الذين لا يتقنون الحديث مع الرأي العام أو يطرحون قضايا أو وعود لا يستطعون تنفيذها في تركيز على هذه المسألة في هذه الانتخابات كنوع من تسفيه هذه الانتخابات والتقليل من شأنها هذه الظاهرة شفناها كثيرا شفناها في دول عديدة شوف أستاذ كمال إذا أردت كان هناك بعض الشخصيات الفولكولورية والطريفة في الانتخابات 2011 و2014 وحتى في 2019 لكن مقارنة شخصيات تلك الفترة بشخصيات بعض الشخصيات لا ودين الجميع بعض الشخصيات هذه الحملة الانتخابية كما يقارن فيلم جيد لكوستا جافراس بكاميرا خفية هذا لا يستقيم إلا في الكاميرا الخفية أنا ما أرى بعض المشاهد وبعض المقولات وبعض الكاميرا خفية يعني ليست وقعية البرلمانات السابقة كان فيها بعض الطرايف بعض الشخصيات التي لا تستحق كانت أيضا يعني نتاج خلافات بين الأحزاب وارتباك وسرعة ولكن فيها شخصيات وازنة فيها أساذة فيها مفكرين فيها فيها شخصيات سياسية أشيعة منطق الترذيل السياسة وترذيل السياسيين والأحزاب والمرحلة السابقة ولكن فيها شخصيات حقيقية وطنية وقومية وتحمل فكر وتحمل قيم وهناك من كانوا يدخلون إلى مجلس النواب وهم يتعرضون للخسارة في أوضحهم المدي لأنهم يخسرون بتلك ونظام تأجير في تونس الانتخابي أو الوزاري أو غيره أقول أنه يأتي قبل دولة شاد يعني مزري كانوا كانوا يعملون هناك قوانين كثيرة خرجت الإعلام الذي تعود على البعز الرياضي لم يكن يأتي بدستة القوانين قطب إرهاب قطب مالي قانون من أين لك هذا قانون خمس آلاف دينار نقدا لا يمكن التعامل بما فوقهم نقدا ياما قوانين وياما كانوا يأتون بالصراعات والنزاعات التي تنشأ تحت مجلس النواب وهذا رأيناه في اليابان ورأيناه في إيطاليا مجلس النواب هو نوع من المجموعة من المشرعين الذين قد يتحولون في وقت من الأوقات إلى حلبة صراع والحمية دفاعا عن الأفكار يعني لا يمكن لا تجوز المقارنة الحقيقة والحالة الوحيدة التي أقول ننتظر لنرى أتركها حتى دعه حتى يحدث عندما يصعد هذا البرلمان كيف يمكن أن تتكون من مجموعة نواحي معتمديات كتل نيابية كيف يقدمون مشاريع القوانين كيف سينقدون ما هو تصورك لذلك أستاذ محمد عندك تصور لما سيحدث تصور عودة تونس ستعود إلى المؤسسات الديمقراطية وأفضل ما قدمته هذه المرحلة الاستثنائية وهذا العهد الذي لن يطول في تقديري أنه سيعيد العقل إلى الناس حتى يشتغلوا تحت راية اسمها الوحدة الوطنية وشعب موحد شعب عامل يسوده القانون اليوم خليني أقول لك مسألة أستاذ كاميل فضل أكثر ما يمكن أن ترى فيه بلاد في حالة انفلات أن سيارات الأجر لا تتوقف في إشارات المرور ونظام غير قادر على ضبط المرور في العاصمة لن يستطيع ضبط الاقتصاد وضبط المالية العامة وضبط المشاريع وتشغيل الناس حالة انفلات قسوة وليس لم نرى رئيس الجمهورية كل أسبوع يستقبل وزير الزراعة ووزير التجارة لا يستقبل غير وزير الداخلية ووزيرة العدل إحالة بعض الناس المناوئين ومن قالوا كلاما في الأعلام على القضاء وضبط الشارع بالقنابل المسيلة للدموع وهذا ما نرى وهذا لا يستقيم لن يستمر هذا المنطق لن يستمر لا يستطيع عند العقلاء أن يقولوا عن هذا المنطق أنه يبني جمهورية جديدة أي جمهورية هذه جمهورية البؤس أولادنا يحرق ويأكلهم الحوت وبحجم لم يتم لا في حكم النهضة ولا في حكم بن علي ولا في حكم بورجيبة شعب لو فتحت له الأبواب لما بقيت غيرت حكومة نجلة بودن في تونس أستاذ محمد ويأكل عنده فلوس 29 ألف مهندس يا أستاذ كمان 29 ألف مهندس أعددناهم غادروا تونس حوالي 4 ألف طبيب غادروا تونس وين الوطنية وين أنه نشتغل ونقوم ببلادنا في اتجاه اقتصاد الوفرة وفي اتجاه الديمقراطية والحريات هل قال رئيس الجمهورية كلمة هل ابتسم منذ ثلاث سنوات أو ضحك ليه طمأن الشعب كل يوم سبوا شتيمة والخوانة والعملاء والفاسدين وكلهم فاسدين إلا هو والبعض ممن يشتغلوا معه عيب والله عيب أقولها من هنا مباشرة سيد محمد موضوع الحريات وحرية التعبير أنت عندك تجربة في هذا الموضوع في القضاء التونسي سنتحدث عنه لكن بعد فاصل القصير وأيضا مسألة التحركات في الشارع التي يتم الدعوة إليها والتي يبدو أنه غدا سيكون هناك أيضا تحركات في الشارع حسب دعوة بعض المنظمات والأحزاب سنتحدث إن كانت تونسيون سيعودون مرة أخرى للشارع وما جدوى ذلك مشاهدين فاصل نعود بعده إلى تونس سؤال المصير تحيين جديد مشاهدين في تونس سؤال المصير نصدف فيها الوزيرة التونسية السابق سيد محمد لزهر العكرمي سيد محمد أعود وأوحييك مرة مرة أخرى على شاشة الميادين مرحبا حياك الله وأود أن أخذ رأيك بمسألة اللجوء إلى الشارع بدأنا نسمع تزايد دعوات من قبل مؤسسات ومنظمات وأحزاب لتنظيم إضرابات واحتجاجات وتظاهرات في الشارع بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشرعية ماذا يضيف اللجوء إلى الشارع إلى المشهد في تونس سيدي الشارع الشارع هو أحد الأدوات السياسية بعيدا عن العنف بعيدا عن التخريب بعيدا وتونس إذا امتازت بشيء بعد 2010 أننا دائما نصل إلى حافة الهاوية ثم مبروك النط لا نقفز 2013 كان هناك أوضاع تدهورت إلى حد اغتيالات وعنف وروابط حماية ثورة وغيرها واحتشد الأطراف في مكان ممكن أنه ينتهي إلى وكنا سننقسم إلى إسلام وعلمانية وفيما بعد ممكن أطراف خارجية تتصل وتقول لكل طرف هل تحتاج إلى سلاح هل تحتاج إلى مال ولكن العقل التونسي في اعتقادي وكنا حزب قصته أخرى في ذلك الوقت يسعى إلى التوازن في الساحة تم احتواء الموضوع وجاءت بعده جائزة نوبل للأطراف لأنه في حالة الخلاف أو الخصام عندما يتحاور الناس تنتهي المشكلة لكن الشارع هو موازين قوى لأن رئيس الجمهورية يتحدث على أن ميزان القوى لصالحه هذا كان زمان قال توم كلثوم 2019 كنا جميعا مع الرئيس حصل في الدورة الأول على 600 ألف صوت ثم قفز أمام مرشح قال الجميع أنه فاسد إلى مليونين و600 ألف صوت أو 700 ألف صوت وكان المليونان جاء من الأحزاب السياسية والسياسيين والثقات لكن الوضعية اليوم أستاذ كمال لا نتحدث عن تلك الشعبية لا يمكن الحديث عنها على الإطلاق لأنه كما يقال في تونس كنا معاملين على ربي مع شخص مصلح مع شخص سيوحد تونس سيفتح حوار سيذيب الجليد سيعيد الناس إلى العقول اليوم بعد هذه التجربة أعتقد أنه ما سيتخلد منها هو عودة العقل للجميع هو تحسن يدفع في اتجاه الحوار والقبول بالآخر الشعوب الأوروبية يعني أنت لست مع الشارع مع حركة الشارع لا أنا مع تبيان ميزان القوى في الشارع بدون عنف وبدون تخريب فقط لتبيان ميزان القوى وأنا أعرف الآن أن الوضع الاجتماعي في البلاد وأن الأحزاب السياسية والأجسام الوسيطة كلها بما هي منظمات وبما هي أحزاب يجب أن تؤكد للشعب والخارج أن ميزان القوى لم يعد في تلك الجهة وأن رئيس الجمهورية أستاذ أزهر أنت تذكر الثورة التونسية استنفذ 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 الرسيد المعنوي الثورة التونسية عندما انطلقت المباركة في ذلك الوقت وخرجت التظاهرات بأعداد كبيرة وإلى آخره انحاز الجيش والقوى الأمنية وقادته للشعب وهذا ما حسم حسم المسألة في 25 جوليا انحاز الجيش لقرارات الرئيس قيس سعيد نظرا لما آلت إليه البلاد من أوضاع واستياء الشعب بشكل كبير هل تعتقد أن بعض القوى في تونس تحاول العودة إلى ورقة الشارع من جديد لضمان أو لكسب دعني أقول الجيش التونسي قيادة الجيش التونسي شوف من باب التحليل أقول هذا ليست لي معلومات دقيقة بهذا الشأن لكن مؤسسة العسكرية في تونس نأت بنفسها تاريخيا عن العمل السياسي وعن الانقلابات وما يتحدثون عنه بالقوى الصلبة أو القوى الخشنة اللي هو الأمن والجيش أعتقد أن الجيش مسؤول على الحدود مسؤول على سلامة التراب الوطني ومسؤول على الأمن العام من أي تهديد وعندما مؤسسة العسكرية وقفت في 25 جوليا مع قرارات رئيس الجمهورية كان الفصل 80 من الدستور الذي ألغاه اللي هو يجيز حالة الاستثناء في وجود تهديد ومخاطر تتهدد البلاد ليس تتهدد مؤسسة أو تتهدد أشخاص أعتقد أنه إذا وصل التهديد إلى الاستقرار إلى وضع الناس إلى أعرف جيدا أن المؤسسة العسكرية لم تتعاقد لا مع رجل ولا مع حزب سياسي هي متعاقدة مع الوطن وستقف مع الوطن فاعتقادي هي مع الشعب حسمت الخيار حسمت الوقوف مع الشعب في الثورة التونسية وحسمت الوقوف مع الشعب في 25 جوليا لأن الوضع كان مأسايا ولكن إذا الشعب إذا رئيس الجمهورية لم يجري انتخابات رئاسية وإذا الشعب بيّن بالكشف أنه مع سحب هذا التكليف مع سحب هذه الوكالة التي أعطيت في 2019 المؤسسة العسكرية بشموخها وبتقاليدها لن تقف ضد الشعب هي مؤسسة الشعب التونسي وليست مؤسسة شخص مهما على شأنه هذا واضح أستاذ محمد مسألة التأثيرات الخارجية في الوضع الداخلية التونسي في اتهامات وفي اتهامات مضادة في محاكم وفي قضايا التخابر وتلقي أموال والعلاقة مع بعض الدول والتسفير وغير التسفير بالمقابل هناك اتهامات بتموضع الرئيس قيس سعيد في محور إقليمي معين هل تعتقد بأنه ثمت نسبة عالية للتأثيرات الخارجية فيما يجري في الوضع الداخلي التونسي أنا أقولك كل البلدان أستاذ كمال يمكن أقل من لبنان وأقل من سوريا وأقل من العراق التدخل الأجنبي لكن لا تستعمر إلا الشعوب القابلة للاستعمار ولا تخترق إلا الشعوب التي تحتوي في داخلها ما يمكن اختراقه طبعا هناك وأنت تعرف العلاقات حتى في الإقليم العلاقات العربية العربية والأجندات العربية العربية أجندات النفط أجندات الثورة أجندات المقاومة هناك تنقضات كبيرة وهناك محاولات التدخل لكن في تونس أعتقد في تونس أنه يجب أن لا نرمي مشاكلنا على عوامل خارجية العامل الداخلي إذا وصفنا هذه الحالة يرتقي إلى خمسة وتسعين بالمئة عنا أحد الشعراء في وقت من الأوقات يكتب قصايد طريفة جدا وجميلة أولاد أحمد يقول أريد جرادا لكل الحقول ودودا بحجم البلح ذهبنا جميعا إلى الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح كان يحكي على التدليس ثم يتحدث فيها بيات أخرى يقول منذ خمسين عاما يحاربنا ونحن لم نتفق سعداء بحكامنا يعيدون الكلام إلى الحلق كي نختنق إذن الموضوع داخلي لو كنا شعب مثل الشعب الكوري الجنوبي أو الياباني لا يتدخل فينا أحد لو كنا شعب وجد طريقا إلى الوحدة الوطنية وإلى التعايش السلمي وإلى قبلني ونقبلك أما هذا الاستصال وهذا الإقصاء وحتى اللي معه عشرة واللي معه خمسمائة ألف شخص يقول أنا وحدي أنا أو لا أحد هذا لا يجوز هذا الديمقراطيات والشعوب التي قفزت إلى التكنولوجيا والديمقراطية تعلمنا أنه لا بد أن نتعايش لا بد أن نعيش في سلام الآن أستاذ محمد ننتج معا حتى لا يتدخل العنصر الأجنبي طيب 90% أو 95% الأزمة في تونس الداخلية ربما 5% فقط يعني هذا التأثير يعني تريد أن تقول تأثير الخارجي على الوضع الداخلي قد يكون قليل قليل جدا ولكنه موجود لكن ألم يدخل الرئيس خيسز عيد إلى هذه الانتخابات الآن بدعم كبير وواضح من الرئيس ماكرون يعني من فرنسا يعني من الأوروبيين والله يشوف النفاق الغربي تعودنا عليه ونعرفه من أوروبا العجوز إلى لا أعتقد أن فرنسا وألمانيا كرأس أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أنها تتعامل مع رؤساء العالم الثالث أو زعماء العالم الثالث بشيء من الإخلاص والحب والتبجيل أنا شيه إيران عزل ومات كالكلب الأجرب تعد الله وبالظلعة لم يجد أين يدفع شوفنا رؤساء عرب تخلوا عنهم في لحظات بعد أن قدموا كل ما لديهم اليوم أعملنا قمة الفرنكوفونية في تونس وجار رئيس ماكرون الرئيس ماكرون مع فرنسا مع فرنسا وهذه يا صديقي شعوب براجماتية وسياسيين براجماتيين يفهمون ميزان قوى ومصالح الدولة مصالح البلاد حتى أنه في معركة وترلو بونابارت سأله أحد الجنرالات قال له الله مع من مع الانجليز أم مع الفرنسيين منذ ذلك الوقت قال له مع من له مدافع مدها أكبر إذن هذا ماكرون جاء قرر لنا 200 مليون أورو 200 مليون أورو أنا نشوف لو موسان دين لبرنامج ورؤية قيس عيد والجمهورية الجديدة والعلو الشاهق والولايات المتحدة دفعت أكثر من 60 مليار دولار لأوكرانيا لأن الوضع الجيوستراتيجي يقتضي أنهم يكونوا في أوكرانيا فرنسا وألمانيا دفعت أكثر من موازنة تونس لسنوات لأوكرانيا ونحن نتفاوض على 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي من سنة كان يمكن أن يدفع لنا أخذها إلى الآن وبشروط قاسية وبابتزاز أستاذ كمال بابتزاز أكثر منه شروط إذن هؤلاء الناس كوريا الجنوبية وقفوا معها ضد الصين وضد كوريا الشمالية وضد الاتحاد السوفيتي فصلناعوها في 10 سنوات كوريا الجنوبية سنة 62 جاءوا إلى تونس ليأخذوا التجربة من هنا ويروا كيف التنمية تسير في تونس فإذا بهم اليوم دولة ناتجها القوم الخام يعادل ناتج روسيا 1.6 تريليون دولار يعني هذه كذبة أن الغرب سيناصر فلان أو فلان يشفطوا النفط ويأخذوا بعض المصالح ويخذعوا بعض الزعمال الذين في صعوبات ودول في صعوبات يخذعوها إلى شروط وعقود سرية ومفاوضات ولا يمكن المراهنة على مواقف أوروبية ومواقف غربية لكن موضوع الحريات قبل أن انتهى يعني وقتنا شارف على النهاية أستاذ محمد موضوع الحريات فيه كثير من من التجني والمبالغة على السلطات الحالية أو للرئيس قيس سعيد لأن ما يقال الانتقادات في تونس التي توجه للرئيس وللسلطة ولحكومة سيدة نجلاء بودن وللسيدة نجلاء نفسها رئيس الحكومة في تونس لا يمكن أن تجده في أي دولة عربية أخرى على الإطلاق سميلي دولة عربية فيها حرية تعبير كما هو موجود الآن في تونس ترفع قضية هنا أو قضية هناك على أصابع اليد الواحدة هذا أمر طبيعي قد يكون أمر طبيعي والمحاكم قد تفصل فيها إما أن يقول أن الرجل مذنب أو أن يكون بريء لا أن يخفى تحت الأرض أو يعني يتم الانتقام منه أو إلى آخره في نوع من التجني في موضوع حرية التعبير حرية التعبير لا تزال في موضع حسن في تونس حتى اليوم شكرا أستاذ كمال هذا دور السؤال هذا دور السؤال على كل حال لكن أنا سأجيبك أن هذا المكسب الذي هو حرية التعبير هو أصلا لم نكن في حالة جوع قصوى سنة 2010 والناس الآن يقولون أن وضعنا كان أفضل يعني كان الوضع الاقتصادي كويس إلى حد ما إلى حد كبير ونسبة النمو كانت تصل إلى 5.6 فالناس لما قاموا في 2010 أو 2011 يشوف الحوض المنجمي الاستبطان الدافع أو الباعث لا تحكمون بهذا الشكل نريد حرية وعندما تحشد الناس يوم 14 جام في أمام مقر وزارة الداخلية لم يكن هناك عاطلون عن العمل يطالبون بالمال كانت هناك الطبقة الوسطى بمئات الألاف صحيح عندما خرجت سفاقس عندما خرجت المدن إذن هذا المكسب الذي استشهد من أجله الكثيرون وسجن على مدى سنين من أجله الكثيرون وناظل من أجله كثيرون في العرائض وفي التنسيقيات وفي ما عدا رئيس الجمهورية هذا المكسب لا يمكن قضمه بين عشية وضحاها وهو يقضم الآن أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أنا صرحت تصريح بسيط لا معنى له في إذاعة أجد نفسي واجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات أمام التحقيق وأنا عندي كتاب جمعت فيه مقالاتي في وقت بن عليك لساني أطول من هيك لم أزجن وحوالي 100 محامي محالين على القضاء لم يتمكنوا بعد أنا أقول وقلت سجلت أنا فيديو يمكن سمعوه شفوه وهذا مبعث الغضب قلت سيحولون تونس إلى محتشد جماعي وهذا سيحدث إذا استمرت السامفونية الحالية والسردية الحالية أنا أحذر من هذا نعم يعني هناك مكاسب ما زالت تتحرك أنت شوف المظاهرات كيف تعامل شوف النشطاء كيف يعاملون شوف نزار بهلول كتب مقال عن رئيس الحكومة استدعية بعد ساعتين ماذا ننتظر من هذا أستاذ محمد هي مرحلة مؤقتة ثم بعد الخير الإعلامي العميم والحرية العميمة لا والخطاب الذي نسمعه لا علاقة له بالحرية هو خطاب أحادي خطاب ديكتاتوري أستاذ محمد لزر العكرمي الوزير التونسي مباشرة من العاصمة التونسية أشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا مشاهدين تونس سؤال المصير انتهى لهذا اليوم ألقاكم في الغد بنفس الموعد بمشيئة الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة